جديدة من برنامج الحكاية ممكن يكون أمر غريب إنه الناس اللي عندها لغاية خمسين سنة في مصر ما يعرفوش يعنيه حرب يعني ما شفوش حرب ما يعرفوش الحرب ما شفوش الجيش المصري وهو بيتحرك ما حسوش بهذا الجيش وهو بيبني نفسه بعد نكسة سبعة وستين علشان يقدر بإمكانيات أقل ما توصف به إنه كانت قديمة يعني أما يكلموك عن الكباري اللي تم استخدامها للعبور في قناة السويس تكتشف إنها تعود إلى تقنيات الحرب العالمية التانية هذه الحرب كان هناك في مواجهة بين سلاح روسي عطيق وسلاح أمريكي متطور كالعادة مع الجانب الإسرائيلي وإدرت القوات المصرية أن تتفوق على الدبابات الأمريكية كان وقتها اللي عندهم بقى مركافة ولا حاجة كان عندهم أظن السنتوريين يعني الدبابات الأمريكية المعروفة والعربات المدرعات وهو الأخر وكان عندنا رجالتنا شبابنا اللي كانوا بأيديهم يضربوا أفواج دبابات يعني كان عندك أسماء أساطير يقدروا إنهم يخلصوا على أفواج من الدبابات باربيجي وكان استخدام السواريخ اللي على الأرض وكان استخدام المدافع الخفيفة اللي في جنود كانوا شايلين المدافع دي على كتفهم وهم بيعبروا يعني كان بيعبر شاي المدفع خفيف على كتفه وبيطلع به الساتر الترابي اللي هو أعظم ساتر ترابي لخط دفاعي موجود في التاريخ اللي تم قهره بوسائل زكية بسيطة مصرية فمتى لو عندك لغاية خمسين سنة أنت ما شفتش الجيش ده أنت شفته فيديو أنت حسيت بوجوده من خلال أمن حدودك اللي موجودة على مدى السنين هي دولة موحدة لها حدود أغلب الدول اللي حواليك عندها مشاكل في حدودها يعني حدودها ليست حدودها إنما أنت قدرت بفضل هذا الجيش وبفضل رجالته بفضل شبابه أن أنت تعمل معجزات وتعمل إنجازات كبيرة وطبعا تمر السنين خمسين سنة على حرب أكتوبر وتطور الجيش المصري تطور رهيب قفزات نوعية في نوعية السلاح سواء كان في القوات الجوية أو قوات البحرية أو الدفاع الجوي أو المشاة أو المدرعات أو أو اللي كان بيعملوا ولادنا دول اللي أنت شايفهم دول كانوا بيعبروا بالعزيمة بيعبروا بالشجاعة بيعبروا بالإيمان بيعبروا بالله أكبر مسلمين ومسيحيين الله أكبر مسلمين ومسيحيين عتدهم إيه؟ إيمان إوة جهاد جيش المصري معجزة في حد ذاته لأنه كان بيواجه قوة إسرائيلية مدعومة أمريكياً ووراهم الغرب زي ما أنت شايف دلوقتي مدعومة أمريكياً ووراهم الغرب زي ما أنت شايف دلوقتي